أهلا وسهلا فيك هند شو هالإطلالة الحلوة؟ عفكرة هالإطلالة شفتها مع شرب البومانصور بآخر الفوتوشوت عملتي وكتير لبقلك الفوتوشوت أهلا وسهلا وأنا بحب دايما الألوان الحلوة فاليوم العوانات عند هند حلوين هيك تريانجل وفلاشي أحمر يوم لعن لبسة شوي كلاسيك قلت بنعكس هيك شوي بنعطيه من تصديق لكلامك دايما لما واحد يعمل كلاسيك بيختار لون حلو فاليوم البنتالون جلس هيدا الدبرة من البنة البنة الشوكولات واليوم حكينا عن الشوكولات مزبوط اليوم رح نحكي شوي عن البروش وعن الكفوف وفضلتك نحكي بحلقة واحدة عن الاثنين لأنه ممكن يكونوا متصلين ببعض فاللكفوف اللي بدي يقوله غير أنه صار هلأ بجديد كتير على المودة وكتير عم يلبسوه خاصة بالشتاء هو زي يعني الرسمي للعائلات الملكية بيعتمدوه دايما بالزي الرسمي وبالمناسبات الخاصة يعني إذا بنا نقول ملكة أليزابيت ما بتظهر بمناسبة رسمية غير ما تكون لابسها الكفوف صحيح وغير أنه دايماً منشوفه عم بتلوح بإيدة ولابسة الكاف ما بتلبسوني كتير قصار لأما بتحب أنها تبين إيدة اه كمان إذا لابسة كيم طويل هي على طول لبستو حتى يغطي إيدة ما تبين وهي ما بيفرق معا شيء مهم أنه لما بدا تسلم إذا اضطرت تتسلم تكون لابسة كفوف مشان هي بتقول إنه ما تنتقل الجراثيم والبكتيريا عن مصافحة الناس من هيك بتفضل إن الدلاليب ستكتر وتصديقاً على كلامك بالصحافة كانوا مؤخراً عم بينتقضوا ناس معها وناس ضد ميجن ماركل لأنه هي ما بتستخدم الكفوف وبتحب إنها تحتكب عامة الشعب لأنه هيدا الشيء بيخليها قريبة لألون فهون صحة متحكي وهيدا الشيء ما كان يرضيها للملكة إليزابيت هيدا الشيء بلشت فيه الليدي ديانا من قبل كان دائما تعطي تبرر موقفة إنه بتفضل هي إنه تصافح الناس عمّة الشعب بلا ما تكون لابسة كفوف لأن بيصير فيه ود بينها وبينها هلأ في عدة مدارس في عدة في مدارس بيحكو أنت شو المدرسة ده؟ أنا المدرسة اللي بعرفها بالصفور وفيف إنه لما بيكتسل مع حدا بتشيل الكاف احترامه مشان ما يحس إنه فيه حاجز بينك وبينها أو ثومية يعني هو إله أتكات خاص عند العائلات الملكية إله أتكات خاص يعني إذا ما نقول العروس العروس بيوم عرسة إذا لابسة كفوف فيه إله بروتوكول خاص فيه يعني لما بدأ الرقستان مع بيه ومع العريس لازم تكون لابسة الكفوف لما بيقوموا على قص الكيك أو عند الأكل لا بدأ تشلح الكفوف بينما عند التهنئة مع الـ مع الديو هيدا الشي بيرجع لإله إذا حب تلبس الكفوف أو لا لابسة الكفوف إله بروتوكول خاص فيه أكيد أكيد حسب المناسبة وحسب الشخص هي ملكة أو عروس أو شخص عادة هلأ بعيدا بعيدا عن البروتوكول بنا نحكي موضة الموضة هني أولا يستعملون الرومان بس بدي أقول هيدا المعلومة بالأديمان كنوع من الرقي والزينة وبعدين صار ما للا اعتمدوا للعائلات الملكية كلباس رسمي بينما هلأ صار الموضة عم نشوفهم بعدة موضلات إن كان راح أقول أول شي في الجلد في الدونتيل في الصوف في الستان في كتير راح أحكي عن شغل اللي الناس راح تحبه في هيدا الكفوف يلي هون متل ما بنعرف ما فينا نستعمل التليفون إذا لابسين كفوف هلأ صار في شي جديد منقدر نستعمل التليفون ونحنا لابسين الكفوف في هيدا الشي هون منقدر نكبس فيه للتليفون شي حديد أو شي بهيدا الأصبع هون نعم عين من الفابريك يلي هو بيقدر يثبت على الشاشة محطوط بس على الثنين على هيدا الفيديو على أول الثنين أوكي يعني إذا واحد كان بالبرد وبدو يستعمل هو للبرد كرميل للبرد مظبوط والتليفون فيه ما يشلحت الكفوف مظبوط والكفوف يعني أنا اللي بستهم اليوم هن البايكرز الكفوف صار كتير درجيا وكتير حلوين لنهار حلوين وأنا بعتمدهم دايما لأكثر البيس الكلاسي مناسبين كتير لنهار وبيعطوا هيكي وبيعطوا هيكي بيعطوا اي روح هيكي نفحة عصرية وروح للشباب حلو أنا بحبوا للكفوف الأسار بينما إذا كانوا مسكرين مثل هول الكلاسيك العاديين فينا نكسروا لهيك جبت معي بروشات فينا نحط عليين بروش هني حطين هون شي بس إذا ما في علي شي منقدر نحط بروش أوكي ومنقدر ننزع الجلد لأ أنا هيك كفوف من فالانتينو أو بتخيل فيتون بقول حرام ننزع ندخش الجلد إذا كان قماش لأ هيدا هو قرادة علي لوغو بس إذا ما في علي لوغو منقدر بكل سهولة نحط علي بروش صحيح بطلع كتير حلو صح ما بنتزعوا الكفوف كمان والبروشات كمان منقدر نستعملهم بعدة طرق فينا نحطن على الشعر فينا نحطن على الإشار فينا نحطن أو على الجاكل مثل ما أنا عامل هلو مثل ما اليوم عامل علي اليوم أنت وعلي جامعين أكتر من باب الصدفة أنا جامعة موسكينو بروش هي جامعة شانال بروش صحيح وكتير حلوين والعين حلوة كمان وتقصت حطن حط بعض وهولي اتنين شانال والتاني بروش عادي صحيح عملت الميكس أنت ماتش لنشوف أدايا عن جد بيطلع حلو لما نعمل هيدا الشيء وبعد كمان بدي قولي شغلي عن البروش إنه البروش هو كان قديما بلش بالعصر البرونزي ولكن كان قديما مش متل ما هلأ منشوف البروش بقلبه الدبوس متعلق فيه كان قديما البروش الدبوس منفصل عنه لما يحطوا البروش الدبوس لحال كانوا يستعملوا أحيانا غير لزيني أنه لتسكير قطعت ثياب مع بعضها يعني قطعتين مع بعض وكان البروش قديما كمان يعتبر من الهدايا الثامينة لأن كانوا اللي ما بدوا يهدوا يهدوا بروش لأن يترسع بالأحجار الكريمة ليه كان دائما الهدايا اللي بتصبق خاتم الزواج اللي كان لديه الحبيب لحبيبته كان البروش كان البروش فالبروش كمان كانوا كان عندنا فكرة أنه البروش النساء اللي عمرهم فوق الخمسينات هني اللي بيلبسوا البروش بينما تتحول هيدا شي وتغير وصار هلأ من من الموضة اللي الشبات اللي عم يعتمدوا دائما بيقولوا أنه البروش على اليمين للمرأة المزوجة أو على الشمال بعرف أنه فيه ميلة المزوجة وميلة للمش مجوزة حتى كانوا عليه النبلاء يلبسون دائما والعائلات الملكية البروشات حتى الرجال والنساء صح و هلأ دا رجال رجال هلأ بس مرأة فترة لا ما نشوف غير النساء اللي بسينون والنساء الكبار بالعمر هلأ صار كمان يعني مثلما هلأ جاكات علي 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 دائما بيكسر التقاليد ولا بيضلك في المعطة الفرنسيوي بيقول لار سفار لمام شوز من اوترمان صحيح أنا بتستفيد من وجودك معنا هند لأسألك أنه بعرف أنه بالكفوف فيه كفوف طويلة فيه كفوف قصيرة فيه كفوف متوسطة فيه له مناسبات معينة صحيحة مثلا عندي معي هيدا الكفوف هلأ هيدا كفوف من الدونتيل طويل أكيد يفضل هيدا السيكسي بيس يعني كثير حلو هيدا للليل أكيد مناسبة إيفانت عرس كثير حلو هيدا حتى حلو مع البرجعة بقليك شميس ضايدة تكون قصيرة أو بلا كمام تكون كلاسيك وهو بيجي بيكسر لأنه طويل كتير كتير حلو أنه كون الكم قصير وكلما أسر الكم كلما صار الكفوف الطويل كتير حلو عليه إذا طويل الكم يفضل إنه الكفوف يكون قصير وحتى إيضا بالأعراس نفس الشي العروس إذا لابس فسطان بلا كم يفضل أنه تلبس كفوف طويل وإذا الفسطان كم وطويل نفس الشي وكمان بدي يقول انه العروس اذا كانت مختارة انه يكون عرسة على البحر افضل انه يكون الكفوف اللي بدأ تلبسه انه يكونه قصار لان ولو هي مناسبة رسمية بس يفضل انه يكونه الكفوف قصار لانه على البحر هند انا بدي اشكريك دايما بتفيدينا والمعلومات اللي بتعطيها للمشاهدين فعلا حلوة وهيك بتضيف لمسة غريبة وستايلش ودايما منقول انه ما ضروري يكونوا برانس فيهم يشوفوا كل هاي القصص كل الاكساسيريز اللي انت بتجيبية بحيالة مكان محل حلو عالموضة مش برانس اكيد 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 انا احبب كمان نضيف على عم بتقولي دارين انه بدي اقول للمشاهدين في دور متخصصة بباريز متخصصة بالكفوف يعني بيعملوا الدانتال بيعملوا المسلين بيعملوا التور وفيك تسكننا اسماء كمان اكيد انا ما فيه براسي بس انا بتذكر انه في دور متخصصة بس بيعملوا كفوف بما انه ذكرت هيك بس بدي يقول انه الملكة اليزابيت فيه عندها دار خاص بيهتم بكفوفها بما انه هي يعتبر الكفوف عندها من الزي الايقونيس وفي دار كورنيليا جيمز هن اللي بيهتموا بكفوف الملكة اليزابيت من سبعين سنة لليوم فهلا بدنا نروحها لما نسافرتين السفرة انا وياك بدنا نجب من عندو نقوم اكيد وما ينسوا يعملوا فولو لهن زايدان على الباج الفيسبوك وعلى الانستا ويكترون اللايكات صحيح نحنا بدنا نقلك بايو وإلى اللقاء نهار الاحد الساعة خمسة دايما مع هند